وينضم ولينا من بغداد نجم القصاب المحلل السياسي سيد القصاب انطلاق الحملات الدعائية إذن للاستفتاء على انفصال كردستان بدأت رغم محاولات داخلية وخارجية لتأجيله فكيف ترتبع ذلك؟ يعني بدنا تحياتي لك ولكل متابعيكم الكرام يعني على ما يبدو كلما تقترب مواعيد الاستفتاء في يوم 25 من شهر الأيلول حقيقة يكون تصعيد في الخطاب الإعلامي والسياسي لا سيما في الأطراف داخل أقليم كردستان وكذلك في الأطراف داخل المركز في بغداد وعلى ما يبدو هذا الشد والجذب من قبل بعض القيادات السياسية وحتى من قبل بعض الفصائل تحاول الانجرار إلى استصادم حقيقة بين القوات البشمرقة وبين القوات الأمنية العراقية ولا سيما نحن لم نحسم معركتنا مع داعش الإرهابي ولكن على ما يبدو اليوم الكل تحاول تتصدر المشهد السياسي طيب سيد نجم كيف ستكون ردد فعل الحكومة في بغداد على بدء الخطوات الفعلية للانفصال الإقليم التي طالما تعارضته وأيضا دول الجوار يعني سيدتي الفاضلة مثل ما أشرتي هو اليوم الخلاف ليس خلاف داخلي على هذا الاستفتاء أو على هذا الانفصال الذي يلي الاستفتاء ولكن المشكلة مشكلة إقليمية ودولية هناك كثير من الدول المجاورة لإقليم كردستان من الطرف وكذلك المجاورة للعراق ترفض هذا الاستفتاء لأنها سوف تنعكس سلبا على الشعوب في دولهم وليس حبا بالعراق ولا العراقيين إيران لكن سؤالي سيد نجم كيف سيكون واقع الأمر حالة يعني فعلت أقليم كردستان وقامت بتمرير الاستفتاء وبالفعل هي بدأت في ذلك بهذه الحملات الدعائية نعم أنا سوف أكمل فكرتي يعني الحكومة العراقية ليس لديها خيار سوى تقديم شكوى إلى مجلس الأمين وكذلك إلى الجامعة العربية ومن ثم استقطاع كل الموارد التي كانت تعطى لإقليم كردستان ومن ثم تجعل هناك حقيقة ضغوط أقليمية ودولية على حكومة أقليم كردستان بعدم الذهاب مع بعض الاستفتاء المشكلة الحقيقية هي ليس الاستفتاء داخل المناطق أقليم كردستان المشكلة والتصادم الذي سيحدث في المرحلة المقبلة والمستقبلية هي داخل المدن المتنازع عليها ومنها مدينة الكركوك وسهل نينوة حقيقة أقليم كردستان تحاول ضم هاتين المدينتين إلى أقليم كردستان وهذا حقيقة رفض شعبي عربي وداخل بغداد والحفظات الأخرى لربما ستجعل تصادم مسلح بين القوات البشمرقة وكذلك القوات العسكرية العراقية طيب تأثير حدوث للسفتاء على الأمن القومي لبعض دول الجوار سيد ناجم خاصة أن بعض الدول أعلنت صراحة أنها تقف ضد هذا للسفتاء ما هو الحال في حال تمريره برأيك من خلال هذه الدول؟ يعني ليس هناك خيار سوى التفاهم مع حكومة المركز مع حكومة السيد العبادي ومن ثم الضغط حتى على مفاوضة الانتخابات بعدم شرعية حقيقة قامت هذا الاستفتاء في المدن التي تحس سيطرة المفاوضية الانتخابية التي تحس سطوة وسيطرة الحكومة المركزية في بغداد ومن ثم تشريع وتصويت قوانين ضد هذا الاستفتاء وعزل القوى السياسية الكردية المتواجدة في المركز أنا أعتقد التصعيد سوف يستمر وسوف يتصاعد في المرحلة المقبلة لأن الكل مصمم على موقفه وليس هناك تنازل ولا تسامح ولا تفاهم من قبل القوى السياسية العراقية شكرا كل شكرا لك كنت معنا من بغداد نجم القصاب المحلل السياسي اشتركوا في القناة